أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أكد أن النتائج الإيجابية لمؤشرات سوق العمل للعام 2023 والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2023-2024 تعكس متانة واستدامة النمو في سوق العمل بمملكة البحرين وقدرته على توليد المزيد من الوظائف وخلق الفرص الوعيدة للمواطنين حيث بيّنت مؤشرات سوق العمل استفادة أكثر من 29 ألف مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها خلال العام 2023 بما يزيد على 48% من الهدف السنوي للأولوي التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنويا حيث بلغ عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها من الداخلين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص أكثر من 8 ألاف مواطن وعلى صعيد تهيل وتدريب البحثين عن عمل فقد تم في العام الماضي تدريب أكثر من 11 ألف بحريني في مختلف البرامج التدريبية والتي يمولها صندوق العمل تمكين إذ من المتوقع إطلاق صندوق العمل تمكين حزمة برامج تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يجسم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي الاستثمار في العنصر البشري هو دائما ما تؤكد عليه مملكة البحرين في إطلاق مبادراتها الطموحة السعية نحو دعم عملية الإنتاج والتنمية الوطنية ودائما ما تشدد على جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف وفقا لمؤهلاته وإمكانياته وبناء على ذلك أظهرت مؤشرات سوق العمل عن استفادة أكثر من 29 ألف مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها خلال العام 2023 بما يزيد على 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنويا فتوفير وظائف شاغرة وواعدة للمواطنين يرافقه تضافر مختلف الجهود ووضع خطة واضحة الأهداف نحو إقامة عدد من الورش إلى جانب تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل فقد تم في العام الماضي تدريب أكثر من 11 ألف بحريني في مختلف البرامج التدريبية والتي يمولها صندوق العمل تمكين إذ من المتوقع أن تنشط عجلة التوظيف بصورة أكبر خاصة مع إطلاق صندوق العمل تمكين حزمة برامج تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي أما بالنسبة لأصحاب العمل والمنشآت العاملة في القطاع الخاص كان لهم دور كبير في مشاريع التوظيف والتدريب وإن استمرار هذا التعاون يسهم في نمو سوق العمل ويخلق فرصا وظيفية للباحثين عن عمل جميع هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة التعافي الاقتصادي وسيرها في المسار الصحيح وفق ما هو مخطط له في ظل تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص ترجمة نانسي قنقر